السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا دكتور وليد. اخصائل قلب وشرعين من بلد السويد. خلصت العمل. وبطل ما ما عدتكم المحاضرة اليوم تكون بخصوص امراض اه او مرض السكر. فبعض من الناس حبوا يشوفون طبيعة السويد. اه. فاستغل لي الفرصة اواني رايح للسيارة. انه طبيعة السويد هي خلابة. يعني اشجار خضرة. ويعتنون جدا بالطبيعة. زيان عاني. فاخوان البلد بلد نظيف. مو بسبب انهم ينظفون. لا هم يدبون وسخ. ومطارة هواية فهو ينظف الشوارع ما لده. سداء تجه للقراج. اه روح السيارة. ونبلش المحاضرة. فان شاء الله تكون محاضرة مفيدة بخصوص مرض السكر لانه الا علاقة كلش علاقة قوية بامراض القلب وشراين. زيان هذا قراج. والسيارات مخطط وحلو. ومنظم. يدفع الايجار شهري قدرة تلاتين دولار. تقدر تطبق سيارتك هنا. كل يوم. اربعة وشرين ساعة. في الموظفين اكثرهم وحتى المرضى يعني. المرضى يقدر يدفع مال شم ساعة يعني. اه السيارة اللي احجي لكم. مح دائما منعدة. اخوان. هذه اللحظة. هسا الجو حلو. طبعا مثل ما قلت لكم. الجو يتغير هنا. الجو يتغير كل شو هواي. بين الحار والبرد. يعني الصبح شوان درجة الحرارة. تلاتة عش. ومغيمة. بس تطلع الشمس. تطلع الشمس تصير الجو وصيف. يعني درجة الحرارة. هسا اقل شي. يعني اقل شي اقل شي درجة الحرارة. اه ما يعادل خمسة وعشرين درجة. ثبتنا. شوية شوفتكم طبيعة. وان شاء الله بالطريق. هو ممنوع عنواش التليفون بيدي صراحة. ما يصير ترفع التليفون بيدك. من انت. السوق. ممنوع. لازم يثبت. اه بالمكان. راح اسوي اه شوية صبحة. على ما ينشوفون من من الجانب من الجانب. من الجامع هذي. او اللي وراي. اخوان احنا انا بالنسبة لي ما ريد ابين لكم السويد السويد يعني. السويد مو مهم انه وبين لكم اياها. انا اريد افيدكم بالعلم اللي الله طانية. اللي هو بخصوص امراض القلب والشرايين. اشكركم لكل التعليقات. يعني الفيديو الاخير وصل للمشاهدين مالته الى فوق المية وثلاثين الف. او وصلهم. يمكن انش شافوه خمسين الف كل الفيديو. هاي يطينا احصائيات الفيسبوك. فشكرا جزيلا لكل الساهم بنقل هذه الفيديوهات للناس واستفادوا. اليك اجر وليه اجر. مرض السكة. اخوان اه انا ااسف يعني ما اقدر اجاوب يوم بيومة. بس ان شاء الله اجاوب اه كل الناس. وباشر وعقبة هنا عطلة. السبت ولا حد عطلة. بس الاسف انا خفر. فراح اطيكم محاضرات بالطريق. هم محاضرات تستفادوا من العديد. اه. يا الله. اتوكل على الله. اليوم الجمعة هنا وجمعة مباركة على الجميع ان شاء الله. فاخوان اله. هم واحد لازم يسوق للاهل. يعني الان راح اشتغل بالعطلة باش رعقبة. هم ينمسواق وهاي لازم اسوي هسه ورا الدعم. للاهل. اخوان اه. عنده عنده اسئلة يدزلياها على المسنجر. ما يدزلياها هنا بالتعليق. التعليق. وهان الخط الخط عادة بجمعة يصير الخط الانترنت عن طريق التليفون يصير ضعيف لكثرة الناس تستخدمه. فاذا انقطع الخط هسا من احجاني. سد هذا الهاي وارجع لصف حمالتي. ان شاء الله. وراح يكون موجود اه موجود يعني ابث من ينقطع ابث من يرجع للخط ابث ان شاء الله. اه اخوان مرض او داء السكري نوعا. يعني هو شنو داء السكره? ساعد السكر عنده. ومو سكر ساعد يعني انت تاكل هواي سكر. لا هو السكر الفسل جمالته شنوه? اكو مادة هرمون اسمه الانسولين. هذا الانسولين هو مسؤول انه يدخل السكر للخلايا على موض يحترك. هذا طريقته. الانسولين. فماكو انسولين تبقى السكر بالدم يساعد عندك بالدم. اه هذا المرض الانوعة. النوع الاول اللي هو الوراثي. الدرجة اولى يسمونه النوع الاول. واكو المال الشيخوخة او الكبر او السمنة اللي هو النوع الثاني. اثنيناتين مهمات. اثنيناتين عيدون تتعرفون عليها. اللي عنده قرائب خصوان اهل السكر رقم واحد هذا اللي يظهر خلال فترة المراهقة وحتى الاطفال. علاماته. وشنو المفروض واحد يعني خصوان لعدكم اطفال بالبيت ومراهقين دير بالكم انه خاف عندهم سكر. لان هذا هو صحيح وراثي مية بالمية. يعني بس تجي طفرات نوبات. العائلة كلها ما عندهم سكر وتشرب ابنكم صار عنده سكر وانسولين يراد له. علاماته دا احتيلكم على النوع الاول. نوع الاول. نوع الاول. مرض السكر نوع الاول. وهذا ما يتعالج بحبوب بس بالانسولين واللي يضرب الاطفال والمراهقين. شنو علاماته اخوان. علاماته هو ليش ليش يسير لعدهم. هذا ولعدهم مضادات حيوية ضد خلايا تفرز الانسولين. الانسولين يفرز شوي على الانسولين يفرز من البنكرياس. من البنكرياس اللي موجود هو هنا بنص البطن. هذا البنكرياس به خلايا معمل. انا قرأت كل التعليقاتكم السابقة. قال والله فيها كيف. هذا دكتور والله احسن من الطب افهم الطب. يمكن كان هو يعني طبيب او طالب طبية. فان من اطيئة امثال تبقى بالدماغ وتفهم. فاخوان هو معمل ينتج هذا المعمل للانسولين. يعني خنقول هذا المعمل بمئة عامل. ودول العمال المية ينتجون للانسولين. دولي مو كلهم يشتغلون بنفس اللحظة. هاد من الناكل احنا ويصير سكر عالي بالدم. يشتغلون سبعين ثمانين ينتجون الانسولين. على الموضة ينقلون السكر من الدم للخلايا وتروح. على الموضة بسطة على الموضة الاباء يفتهمون هذا شن السكر عند الاولادهم صار. وتفتهمون انه ما يفيد اي علاج طبيعي ولا اكل من العطار ولا حجامة ولا شي ما يفيد علاج السكر الاول. ما يفيد علاج الا الانسولين. وبر الانسولين. فهذا يصير عندهم دولي خطيئة. دولي لعدهم مرادة. دولي يصير عندهم اجسام مضادة على هدول العمال المية اللي موجودون بالبنك رياس. يروحون يكتلونهم وينتهون. ما ينكتلونهم بيوم واحد. شوية شوية كتلونهم وينتهون وينتهون دول المية. يعني عندك معمل بل عمال. ما كنتاج بعد. بس قتلك مو بيوم ويليلة. شوية شوية كتلونهم الحد ما ينتهون اخر شيء. شوية يعني العمر يا عمر. تقريبا ما اقو عمر محدد. نوبات حتى بالكبر يلا يصير عندك. يعني عمر 20-25 يلا يصير عندك يطلع به هادا السكر. بس غالبا بين الخمسة والخمسة عشر عمره اللي عمارهم هادي. يطلع بيوم هادا. اول ما يبلش بيهم شو انهم يقوم يبولوا هواية ويجوع ويأكل هاي بداياته. وما ينمو. انهم ما نحيف ضحيف نشوفه ابنك. زيان ويبولوا هواية. يقول. حد انهم نوباتي يغموا عليه. يخرج الطفل. بس هو قلت لكم هاي العلامة المهمة انه يبولوا هواية. لان السكر يصير هواية بالدم يروح على الكلة. يقوم يطلع هواية. هذه العلامات السكر العالي واللي هو زيادة الادرار. والجوع يجوع ما يشبع يأكل. بس ما يبني جسم عمال ده. هاي نوبات تيجي ليش تيجي فجأة واحدة يقول لك مثلا هبط وصار عنده السكر الطفل. او النشل وصار عنده هاي السكر. لا هي ما علاقة هاي يعني مية بالمية. بس هي من يصير تغيير حاد بالجسم مثلا التهابات او صدمة نفسية او فاتشي. لذني الاجسام مضادة يصير كل شهواية وتقضي على دولة المية عمال مرة وحدة ويطق عنده سكر بعد ما يكون. الا علاج انسولين. دائما يجبونهم يصير عندهم جفاف جدا جدا جفاف يعني بايل كل السوائل اللي بالجسم مالته ولازم يتوديه للطوارئ ولازم يسوي له تحليل ادرار وتحليل ديموال سكر ويشوفون عنده سكر ولازم يطلون انسولين ومغديات كل شهواية بالبداية. هذا النوع الاول. وهذا ما يفيده الا انسولين لعمر كله. ما اقو عني ما اقو حبوب اخوان تسألوني قبل الناس اقو حبوب بتحول عن انسولين? ما اقو. سمعت في اليوم سالفة انه هاي شركات الادوية اكتشفوا. اكتشفوا حبوب. اقو عالم يقلك اكتشف الحبوب التحول عن الانسولين. يقلك الشركات طوفلوس وقالوا لازم. لان احنا من نبيع هاي الحبوب معناها ما راح نبيع الانسولين وشركات راح تقع بالخسائر. هما شركات هاي شركات هاي قد يمتشون الانسولين بالعالم مليان فلوس. يعني تروح فلوس الشركات. هما. اخوان ما اقو حب يعوض على الانسولين للنوع الاول من السكر. نوع الاول من السكر. ما اقو. ولا يفيدوا من الحب. اللي مال النوع الثاني. طبعا. خلينا نكون واقعيين وصريحين وياكم انه اغلب السكر فالانسولين المنتج عالميا هو من الخنزير. رغم انه هو الخنزير حرام علينا. بس للاسف انه اكثرة يعني التسعة وتسعين بالمية. ما احرف بالضبط بالمية شكال ليش اكدب. انه الانتاج مالته بياخدون اه البنكرياس مال الخنازير. وهو يزرعونها وتنتج الانسولين ويستخدم وبيعونها. يعني هاي الاقلبية. اكو مال بقر هميا ما اعرف اش كالنسبة. فهذا. طبعا البطط اذا شي ضروري جدا يحل الحرام. يعني اذا واحد يموت اذا ما يستخدم هذا فهو حلال بالشرب. مو حرام لو حتى الخنزير. هو المحرم بالاسلام اكل لحم الخنزير. مو الانسولين ما الخنزير يعني. فلا تسعوني اها سالفة كبيرة وتروح وتجع وهي حرام وهذه هاي. لا. هو اصلا هو مو دياكل. هو هاي اوبر علاج هذا. مو اكل. ما دياكل الخنزير. الحزام ضه هنا جباري اخوان. جباري. تسألني واحد الحزام جباري لو لا. استغلها? لا ما استغلها. ما اسوي خطأ. هاني اريد اشوفكم الطبيعة حلوة والله. بس خطأ هذا. ليه اش خطأ? يعني هو القانون هنا يقول لك لا شي لالتليفون بيدك سوي حادث احتمال. هذا النوع الاول. والنوع الاول يبقى ويه العمور كله. لذلك اوصي وبعدين توصيعت نيشي علي. اش راح يسوي هذا اول. النوع الثاني هذا يجي على كور. يعني من ثلاثين وفوق. اغلبية بيه شوية وراثة. يعني اذا ابوك صاير عند السكر فوق الثلاثين احتمال تيسير بندك. هذا سواوا بيدوا راسوا وتهووا. لقوا سبب الاول رئيسي هاي سمنة. السمنة. هسا فاهمكم ليش السمنة تسوي السكر. والجماعة مهمون مو سمين. بس سار عند السكر. اي هاي عنده وراثة. عنده همية نفس حالة ذاك النوع الاول. مضادات. اجسام مضادة تروح تقتل هاذا المية عامل الموجود بالبنك رياس. السمنة ليه اشتقتلها هاذا. انا اشرحها للمرضماتي ولكومة شعلك. اقول لك انت عندك مية عامل بهذا المعمل. ها عيني. هسا حسبوه اياه. ركزوا اياه. عندك مية عامل وعندك معمل. انت تريد هاي مية عامل. يشتغلون بهذا المعمل. ويمشونك مية سنة. يعني مشونك مية سنة. تخيل هايج. دول العمال. الداريهم لو ما الداريهم يعني انت تريدهم يشتغلون. مثلا خليهم ينتجون مثلا سيارات. الانسولين هو عبارة عن سيارات. انت تريد انت تحتاج سيارات ماذا خنقول فد اربعين خمسين سيارة بليوم. انت اذا تضغط عليهم وريد مية سيارة كل يوم. يعني كلهم العمال راح يشتغلون. وتجهدهم وجوز ما يوصلونك مية سنة. بتجوز خمسين سنة ثلاثين سنة. يقولوا لك احنا طلعنا تقاعد وما نقدر نشتغل بعد. تعبوا. وبعد ما عندك انسولين. ما عندك سيارات. فانت لازم بدار البنك رياس مالتك متل ما داري غير شي. متل ما داري عمالك بشركة مالتك دولينمية. انو انت ما تضغط عليهم وتريد منعودهم انتاج قوي بانسولين وماية كل الوقت. لا. وشلو انت تتضغط هواية. منتاكل حلويات. منتاكل الكاربوهيدرات الهواية. وما تحركها بالرياضة. هذا يؤدي الى انه تستهلك الخلايا المفرز الفارزة للانسولين داخل البنك رياس. افتهمت حبيبي. شون يصير واحد عنده سكر. لذلك. هاي وحدة. الطريقة الثانية يسويك بك سكر. شون هو؟ هذا الشحم بالجسم. هذا الشحم ياغذ الانسولين وخزنه. ما يخليه يروح يستفادوا من عنده. يعني العمال خطيئة. يعني ينتجون اليك سيارات. بس اكو حرامي ده ياغذ السيارات. والانسان. هنقول الشخص اللي ينتظر بالسيارات مدى تجي سيارات. اللي هو الكليكوز مدى تجي سيارات. لان اكو حرامي اللي هو شحم ده يبوك السيارات. لذلك مدى تتوصل الانسولين للتارجت. للهدف. لذلك يقول لك تعال هم انتج بعد هواية سيارات. يعني المية دولي لازم ينتجون ميتين سيارة. يعني تضعف الشغل مالتهم تدق عليهم شغل. لذلك دولي راح يهلكون. يستهلكون الخلايا. برايتالسيل يسمونها بالانجليزي. دولي انهكتهم ودمرتهم وانشعل ابوابهم. اكل هاي على السنود السود والتمن والخبز. هاي اخوان هاي شفت عربته والشحم اللي ده تبنيه بجسمك وهذا اللي يسوي عندك السكر. هاي شرحنا لك ليش يصير سكر. هي وراثة وعدم التزام بالاكل الصحيح. التغذية الصحيحة بجسم. هاي انها الشغل تيب. الوراثة هذا امر امر الله. ما تقدر تغيره. النوع الاول. اريدك تلتزم بالسولين. يعني اقوه واي يعني اقاربي حتى. يتسلم عليه من العراق. يقولون ما طلع علاج جديد هاي. او حتى اقاربي راحوا تجربه وغير علاج يعني. يعني عافل انسولين. دول المراهقين مشكلة. المراهق يعني انت عندك ابنك بنتك مراهق. وتعالي ياخذ انسولين. حسب الوجبة والجرعة تختلف. واذا يسوي طاقة اكثر بالجسم. لازم يأغض اكثر وياكل اكثر. مو سهلة. مو سهلة اخوان. فلذلك طبعا هي مو اختصاصي للسكر. اختصاص ابو الغدد الصماء والسكري. هاي مو سهلة طبيب الاطفال. يعني فدائما انصح انه انه الانسان انتم لابا. اللي عنده طفل عنده بيه سكر. يقاله طبيب حباب. ويقدر يقدر يؤثر بعقلية هذا المراهق. والطفل على مضيغ تنع. ويلتزم بالعلاج. يعني اخوان للأسف هسا اللي اشوفهم هاني. اللي عنده سكر يعني نوع اول وكبر. يعني بالخمسين بالاربعين سنة تقوم تبين به علامات المضاعفات مع السكر. هاد مضاعفات دكتور شين المضاعفات. مضاعفات سكر خلي اذكرها لك. مضاعفات السكر رقم واحد على الشرايين. يخلي تصلب الشرايين. لان هذا السكر من زيادة بالدم. يقوم يأثر على الغشاء البطاني البطيني الداخلي للشرايين ويجرحها. جرح مايكروسكوبي. يخلي يتفاعل الخلايا الثانية. الكاليسيوم الكوليسترول يتشلب هناك. ويصير تصلب الشرايين. ذلك يصبح انه ارتفاع ضغط الدم مبكر بالحياة بدهم. ومن صار شكل عند الضغط بالعشرين ثلاثين سنة. هاي العلامات التذبحة والجلطة والجلطة الدماغية. وعجس الكلاه. هاي كل انتج واحدة ورات ثانية. لذلك انتهي اول علامات. التصلب الشرايين هو الضغط. فموزيا لك توصلها بالسكر احذر احذر انه توصل انه يصير عندك ضغط. وذلك بالانتظام. بالجرعة الانسولين والاكل الصحيح والرياضة. علم علم السكر. علم علم. هذا الخطيئ المريض لازم يفتم اكثر من الدكتور. لان الدكتور عنده مئة الف مرض الدماغة. بس هو المريض عنده بس مرض هو السكر. فلازم يعرف هذا السكر كل تفاصيله. فلازم المريض يصير علمه بالسكر اكثر من علم الطبيب بالسكر. يراقب ويدرس وهذه. هاي رقم واحد. رقم اثنيا لحصاب. اخواي هذا السكر الزايد يسبب حالة تسمم لحصاب. خصوصنا لحصاب الطويلة. وحصاب العين. فلذلك بالسكر اللي يصير له سنمات طويلة يقوم يؤثر على شبكية مات العين. ويقوم نظره يضعف ورع عشو سنين. فاذا ما مطبوط كمية الانسولين والسكر مالته يقوم يصير عنده الشغلات العين. ومي بالعين. او اي كل مضاعفات العين. هاي مو زينة. والخدران اللي يصير يبدي اول ما يبدي بالرجلين. يعني هاي رجلين اللي هصاب طويلة وتسمم. صير خدران وبعدين وجاع وبعدين. يعني بعد ما يحس بها رجلين. وحتى تلعف رجلين. هايها مو زينة. هاي المضاعفات يعني اذا ما تعالج زين راح يصير بيك. الثالثة اللي هي شنية. اللي الجروح بالجسم. الجرح ماتة مي طيب بسرعة. يعني الدم واللحم ماتة كلها مليان سكر. البكتيريا تحبها. فجرحها مي طيب. ونوبات البكتيريا تستطيع ان تروح حتى بالدم. وسوي لها تسمم بالدم. وياستار منها. يتجنب يحافظ على النظافة الرجل. ويحافظ على الرجل انه يصير نظيفة. وما يجرحها ويلبس جواري بحذاء زين. عدوة عدوة للالتهابات بالرجلين. عدوة ابو السكر. الموبات يقصونها رجلة يا ستار. شايفين انتم. ما يتعالج. يقصونها يبترونها رجلة. شايفين انتم. بارب العمول ما بتورها رجلة بسوي السكر. ويا ستار حتى بالسويد اخوان حتى بالسويد. يموتون. يعني شوفها مبترة رجلينة. وقلبها مية الف جلطة صارى عنده. وجلطة دماغية. شاك بيها. فابو السكر يا خوفك ايه. اخوفك ليش ما اخوفك. اخوفك من كلهم. لان ينتظر انك الامراض اذا ما مطبوط السكر. ما تكون كرشك بعدها الكبرى. وما تتمسك بالنوعية الغذاء. نوعية الغذاء لازم انت تروح. تقريب الانترنت شنو صحيح شنو هذا. وتحسبها يعني اخوان. احسب الكالوري. مالتك. السعرات الحرارية تحسبها. يعني مو صعبة تحسبها وحدة وحدة. هل سيادة قليل اكلت. شكدة غد انسولين. اكو هناس بالسويد. قام يحطون. يعني طلعت اجهزة جديدة اخوان. نال العلم طور. طور. قام يخلون شنو يزرعون تحت الجلد. جهاز متحسس لكمية السكر بالدم. يعني. وخلون جوا الجلد. اه بالحزان مالته. يعني. فتبومب. يعني مطور. وبينسولين. ويحطون اوبرا تحت الجلد. اكو بالبلوتوث يشتغل هذا. تحت الجلد الحساس للسكر. ويا المطور. بالانسولين. هو يعرف شقد تحتاج سكر. يقوم يضخع. يعني هذا علم تطور. يعني هذا جدا متطور. فهذا يسمونه بومب انسولين بومب. يعني مطور مالانسولين. هذا يضطي. هذا ابضل شي. هذا يظل يحافظ يضطيك انسولين. هو مو مية بالمية مثل البنكر ياس. لا امان. شوف. شقد ما خلق البشر. اجهزة. ما يقدر الانسان يوصل لشي من قدرة الله سبحان الله. هاي عظمة الله بالانسان. ما يقدر توصل الانسان. لو حتى وصلوا للقمر. لو حتى. الله خلق شغلات بالبشر يا اخي. انا اش ما اقرأ وادرس. اقول سبحان الله. شقد ما ازداد علما. اؤمن بالله اكثر. والله. سبحان الله. التزمه. التزمه اخوان. اليوم شوية فقدت مريض يعني كان ينتظر يسوي قسطرة. عربي من سوريا. خطيئة تأخر. كان يروح غير دكتور. وما محاجزين. فالجيه عليه يحول عليه. ودازيته. وحاولتويا. بس حصل موعد قسطرة ورا شهر. للأسف. الله اغدى امانته. شفت صاحبه اليوم. وقال لي. توفى. قبل ما يسوي له قسطرة. فالله سبحانه تعالى يا اغدى روحنا كنا. فأمنوا بالله. سووا خير. سووا خير. هاي الفيديوهات نشروها لنفس. وله خير. بسون.